غلطة أمي اللي عملتها خلتني أسعد زوج في الدنيا أنا حمدي عندي 28 سنة ماليش في الدنيا غير أمي والدي مات وانا في الإعداد وأمي تولد تربيتي أمي كانت على الفطرة وما كانتش متعلمة بس كانت قطشة بخلق الله كان بتشتغل في كل حاجة عشان تعلمني وفي يوم قلت لها يا ماما أنا خلاص هكتفي بتعليم بسيط عشان أسعدك في العيشة والمصاريف ردت علي وقالت لي يا حمدي أنا كل أمل في الحياة شوفك حاجة كبيرة والناس بتحترمك يا ابني ساعتها أحس إن تعبي وشبابي مرحوش هضر ركز انت يا حبيبي في دراستك وما تشيلش هم حاجة وفعلا بقيت أزاكر وأكتهد وفي الأجازة ساعدها في شغلها على قد ما بقدر وفي يوم كنت يراجع من الامتحان لقيت أمي بتعيد جريت عليها وقلبي هيقف من الخوف وقلت لها مالك يا ماما فيك إيه قلت لي عمك يا حمدي عمك زور العقد بتاع خطة الأرض اللي كانت بده من والدك الله يرحمه وقال لي مالكوش عندي ورث أنا كنت في الوقت ده لسه صغير وما قدرتش أقف لعمي ولا جيب حقي ولا حق أمي وعدت السنين وجبرت ومش قادر أنسى واجع أمي وقبل ما اتخرج بسنة قلت لأمي أنا هروح أطالب عمي بحقنا وأمي ظهرت وقالت لي لا يا بني ابعد عنه ده ظالم ومش بايد يعمل فيك حاجة أو يلبسك قضية ويضيع مستقبلك خصوصا أنه غيران منك لأنك متفوق في دراستك وولده مش نافعين في التعليم سمعت من أمي الكلام بس ما قدرتش أسكت وروحت لعمي من غير علم أمي بس اتصدمت لما شفته بيستقبلني فرحة معقول معقول هو ده عمي اللي أمي بتحكي عن ظلمه والغريب أنه أول ما شفني لقيته بيقول لي فرحة قهد يابني قهد يا حبيبي قلت له من غير أي مقدمات أنا جاي طالب حقي وحق أمي رد علي بحزن وقال لي ربنا انت أملكم مني في كل حاجة كل حاجة راحت وخسرت كل فلوسي وفي يوم صحاتي يا أمي أنا ظلمتكم بس ما فيش في إيدي حاجة دلوقتي حتى أولادي سابوني وراحوا لأمه وأنا مليش أي دخل غير معايشي اللي أدوب على قد العلاج والأكل والشرب ومش بيكافري وبدموه قال لي سمحني يا حبي سمحني يا ابني عشان خطر أبوك مش عارف إزاي قلت له سمحتك يا عبي هو مش كده وبس وعدتوا أن أول ما اشتغل هروح له واشوفه نقص وي وخرجت من عنده وانا مزهول مزهول من نفسي ومن اللي قلته ورجعت لأمي الستة الطيبة وحكت لها على اللي حصل شفت في عديها فرحة غريبة استغربته وسألتها أنت فرحانة كأني بقولك أني جبت حقنا ردت وقالت لي أنا فرحانة أني نجحت أني ربتك على المسامحة وتبت القلب ومن اليوم ده حسيت أني مسؤوليتي زادت بقت أمي وعمني والحمد لله اتخرقت من كلية الهندسة وجالي سفارية كويسة رفضت وقلت لأمي مش هينفع سيبك لوحدك ردت أمي علي وقالت لي سفر يا ابني وشوف مستقبلك وأنا معي يا ربي ده وفعلا بعد إلهاح منها سفرت والحمد لله ربنا قرمني جدا وبعتبعت لأمي فلوس والعمي بابلغ كل شهر وربنا فتح علي من وسع وكت بقول ده أكيد دعائك يا أمي وجبرا خاطر عمي اللي كان بيدعيلي على طول قدرت في فترة صغيرة أعمل إرشين كويسين وأمي ربنا قرمني وحججتها بيت الله والحمد لله بعد فترة أمي قالت لي عاوز أجوزك وافرح بك يا ابني كنت رافض تماما وكنت بقولها لن بنزل لأن لازم اختارها بنفسي يا أمي وعدت الأيام وأمي مفيش اتصال بيتم بينا غير ما بتقولي على موضوع الجواز وفي يوم قالت لي واحدة قلت لها على بنتي كويسة جدا ومعت عليهم كويس وبنتي ناس هقولت لها وبعدين ردت علي وقالت لي أنا هروح أشوفها يا ابني وأكلم أهلها ولو عجبتك نتمم الموضوع كنت واخد الموضوع تهريك بس ما كنتش هاوز أزعى لأمي وتاني يوم أمي رحت العروسة ولما لجأت اتصل بي لكن لما فتحت واسمعت صوتها كانت منهرة من العياد ولما سألتها مالك يا ماما فيك ايه مكتش عارفها ترد علي واللي ردت علي بنتي ولقيتها بتقولي ما تقلقش يا أستاذ حمدي هي كويسة شوية بس وهتكلمك وقفلت السكة وأنا هيجن جنوني ومش عارف أتصرف وشوية ورندت تاني ردت ماما علي ولقيتها بتعيت وبتقولي العروسة ما وفقتش عليك يا ابني فدلت نضحك ومستغرب بستغرب ان كل العياد ده عشان العروسة قالت لأ قلت لها خلاص يا أمي بتعيتش كل ده ليه قالت لس لهم يا ابني كانوا فرحانين بينا وفي الآخر العروسة قالت لأ بصراحة أنا عارف انه أمي على الفطرة وبقت أسمع لها عشان ما تزعلش بس الكارسة اللي ما كانتش تخطر على بقلي لقيت أمي بتضحك وبتقولي بس عارف يا ودي حمدي وأنا نزلة بعاية من عند العروسة قابلتني بنت زي الأمر وشكلها بنت ناس جدا صعبت عليها وقالت لي مالك يا أمي بصراحة يا حمدي ارتحت لها جدا وحكت لها على اللي حصل وقلت لها نفس أجوز ابني كنت ما أسمع لأمي وأنا حسس إن عقلي واقف عن التفكير وعندي هستيري الدحك للدرجات يا أمي قالت لي سكت بس ده ربنا القرامي بشهد قلت لها شهد شهد مين قلت لي اللي كان بترد عليك دي طلعت بنت ناس بنت ناس جرنة من زمان وبنت محترمة سمعت منها الكلام ومش عايز أعلق عشان ما أقسرش بخاطرها وجي معات شغلي قلت لها أنا نزل الشغل يا أمي وان شاء الله كلمك بكرة يا حبابتي تاني يوم ردت عليها لقيتها فرحانة جدا سألتها بمرح وقلت لها خير خير المرة يا حجة اتكعملت في عروسة ثانية لابنك البير ولا إيه قالت لي لأ وانت السادي شهد وأهلها وفقوا على الخطوبة ما كنتش عارف أرده ليه كنت واخد الموضوع هزار بس دلوقتي بقيت قدام القامل الواقع وما كنتش عارف أتصرف إزاي ولا أقسر بخاطرها إزاي أخدت نفس عميك وقلت لها طيب يا ماما على ألا قبل أي شيء أشوفها على النت واخد فرصة تكلم معاها وفعلا تواصلت معاها ومع أهلها بس بصراحة كنت بتكلم معاها وأنا مش مصدق نفسي أنا حاسس إن أعرفها من زمان وعندي راحة نفسية غريبة وفعلا تتخططنا وكررت إن عمي يحضر الخطوبة مع أمي خصوصا إن مسافر ويوم شير الشبكة حصل اللي ما كانش يخطر على بقلي بعضت مبلغ كبير لأمي وعمي عشان الشبكة وفعلا رحوا يشتروا الدهب لكن لقيت شهد رنت علي وقالت ليه أنا مش عاوزك تستيلف فلوس عشان الشبكة أنا عاوزة حاجة رمزية بصراحة عمك بيقول لي اختاري أغلى حاجة قلت لها أعادي ومين قالك إنها ستلف أنا الحمد لله ربنا مؤسح عليها سكتت شوية وقالت لي أسفة يعني أنت شغال في السودان إزاي هتحوش مبلغ كبير زي كده في المدة الصغيرة دي ما كنتش عارف أمسك نفسي من الدحك قلت لها السودان مين قالك كده أكيد ماما قالت لي أيوة مامتك اللي قالت إنك شغال في السودان قلت لها بقى لي أكتر من سلتين بحاول أخلي ماما تحفظ الاسم وتنطقه صح لكن مفيش فايدة هي مصممة إنها السودان أنا مسافر السويد فضلت تضحك وتقول لي هي قالت لنا السودان وأهلي كمان عارفين كده وعد اليوم ولقيت شاهد بتقولي عارف العروسة اللي مامتك رح طلعه في الأول رفضتك ليه قلت لها آه طبعا ابتديت أفهم ما هو مش معقولها تجازف وتتجاوز واحد لسه بيبتدو حياته في السودان دحكت فقلت لها بحب بس ده نصيبي عشان قابل الإنسان اللي ردت بالقليل وعرفها على حياتها وعرف إن هي دي اللي ربنا اخترها لي صحيح كانت غلطة من أمي بس كان أجمل اختيار ودلوقتي تجاوزنا وربنا قرمنا ومعانا أطفال ولسه أمي مش عارفة نمسافر فين وتعلمت إن مفيش حاجة في حياتنا اسمع صدفة أو غلطة كل حاجة بحكمة من ربنا سبحانه وتعالى طالما بتعمل اللي عليك وبتتقي ربنا في تصرفاتك وبرب أهلك ربنا عمره ما هينساك وهيرزقك من وسع ومن حيث لا تحتسب